توتر سوق العملة في العراق وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على الشارع أزمات لا تأتي من عجل مالي أو قلة موارد وإنما من قاعدة فساد كبيرة تتغذى عليها إمبراطورية الميليشيات المالية ولسيما في هذه المرحلة التي تؤسس لحكم ميليشيوي مطلق يتلثم بقناع حكومة السوداني مجلة إيكونوميست البريطانية في تقرير لها سلطت الضوء على النشاط الميليشيوي المالي مؤخرا مؤكدة أن ما يعرف بسرقة القرن هو رأس جبل الجليد الظاهر من عمليات فساد مغمورة ببحر العملية السياسية وأكدت المجلة البريطانية أن أموال سرقة القرن تم توزيعها على مجموعة من السياسيين والمسؤولين الذين يطالبون بالأموال مقابل الصمت وتقديم الرشاوة لإفشال التحقيقات وهذه الكميات المسروقة أدت إلى ضعف الدينار مقابل الدولار في حين ارتفعت تكلفة العقارات في الأحياء الراقية ببغداد مواصلة التحقيق في قضية سرقة القرن ستؤدي إلى كشف خبايا كثيرة ستسبب حرجا لحكومة السوداني والمرتبطين بها لذلك لا يمكن للسوداني متابعة التحقيق بحسب الصحيفة تحقيق صحفي آخر أكد أن هناك عدة شركات متورطة بعمليات غسيل الأموال بهدف الحصول على العملة الصعبة وبهذه الأموال تشحن الأسلحة والذخيرة إلى الميليشيات الموالية لإيران تستخدم هذه الشركات بنوكا إيرانية لها فروع في العراق وتنقل من خلالها الأموال إلى طهران وكل ذلك بعلم موظفي البنك المركزي العراقي الفساد المالي نتاج شراكة ميليشيات وأحزاب وجهات خارجية وكل ذلك على حساب المواطن العراقي الذي ينتظر تحسن ظروف معيشته ومستوى الخدمات التي يطمح إليها